في شبو في جريمة مروعة أقدم مهاجر أثيوبي يعمل لدى أسرة في مديرية مرخى السفلة بشبو كراع للأغنام على الاعتداء على أفراد الأسرة بتوجيه طعنات أسفرت عن مقتل امرأتين وثلاث نساء أخريات وإصابة رب الأسرة بجروح خطيرة نقلوا على أثرها إلى مستشفى عتقل العام فيما تداعت قبائل مرخى السفلة والعليا وجموع من المواطنين للموقف وألقت القبض على القاتل الأثيوبي في علوم مرخى من خلال تتبع الأثر لخمس ساعات